الراديو 9090 هواها مصري ما هو بقى هنا دي المشكلة يا فاطمة ان زي هنحطها برضو تحت باند انه الاب والام هنا ما بيتصرفوش بماليق بالنطج والتعقل الكافي انه هو الحكاية مش انها مسلا فيه فلوس لازم تتصرف بدل ما كانتها تتصرف على ثلاثة اطفال تتصرف احنا بنعوض وعدم موجود اه لا ما فيش حاجة اسمها كده ما هو عدم فكرة التعويض معناها ان هذا الطفل ينقصه شيء وما ينقصه اصلا وبعدين مين قال ان التعويض لعب او فلوس او كده ده في حال يعني وجود نقصة اصلا فهي الفكرة في ان احنا لازم نكون متعقلين جدا ونتعامل مع الطفل ده على انه طفل وحيد صحيح لكنه مش في حالة خاصة مش مش محتاج لعب اكتر مش محتاج هدوم اغلى مش محتاج اكل مميز مش محتاج لان الطفل اللي زي ده على فكرة بيتعود على الحكاية دي بعد كده لو اتعاملنا معه بالطريقة دي وبيبقى ارضاؤه في منطقة صعوبة لانه بيحس طول الوقت ان اهله بيحاولوا يستردوه او بيحاولوا ان هما يشبه بيعتذروله عن شيء كأنهم غلطانين الجانب بقى الاخر في الاطفال دول فيه بقى جانب وده بقى اللي بيجغل بقى الامهات او بقى كتير هو الطفل بي عنده مشاكل سلوكية عصبي مش طيق نفسه او حتى مشاكل تطورية يعني تلاقي مسلا ام تقولك ايه هو ابني لسه ما بيتكلمش وعشان ما عندهش اخوات او ابني اه اصده طفل وحيد هو عدواني ليه هو عشان هو طفل وحيد فهنا بقى عايزين نجاوب على الاسئلة دي من الزاوية دي اولا فكرة ان الاطفال بيتطوروا مهارة اللغة افضل لما بيكون عندهم اخوات طبعا لكن اللي بيعود عدم موجود لاخوات ان الطفل ده يكون اهله بيتكلموا معاه في البيت اصلا يعني بشكل اساسي او ان هو يكون منفتح اجتماعيا طبعا ما بتكلمش على الظرف اللي احنا فيه الاستثنائي ده بتاع الكورونا لكن بعد كده لما الاطفال بيروحوا الحضانة بيروحوا المدرسة لما بيتقابلوا مع اطفال تانيين في محيط الاقارب او العيلة ده الامور بتبقى في نصابها الطبيعي مش لازم وجود الاخ يعني او الاخت ده على العكس احيانا الاخ والاخت خاصة لو هم في فرق سن شوية بتلاقي الاخ الكبير ده يعني مش عايز يتواصل اوي مع الاخ الصغير فهو ادي تاني يعني هم توجعوش دماغ انا مالي بقتصر دي خصوصا لو في سن المراهقة احنا مثلا بنتكلم هنا على حاجة زي مثلا الكلام مهرة الكلام طيب نيجي بقى على حاجات سلوكية اللي انت بتتكلمي عنها هل الطفل الوحيد عدواني لا هل الطفل الوحيد انطوائي لا هل الطفل الوحيد عنيف السلوك لا كل ده بيكون احنا هنا ما ننسى كلمة وحيد ونقول هل الطفل عدواني لو الطفل بنتصرف معاه بطريقة تشجع السلوك العدواني هيطلع عدواني سواء كان طفل وحيد او عنده عشر اخوات فهمتي قصدي هل لو الطفل ده هيطلع اناني لو نشيل بقى كلمة الطفل الوحيد نشيل كلمة الوحيد وانه ونحط نفس السؤال هل ممكن الطفل يكون اناني طبعا هيكون اناني لو احنا معللناهوش مبدأ المشاركة لا ونسأل الامهات سؤال هو الامهات اللي بتشتكي من مشاكل سلوكية في ولادها بيبقى ولادها لازم يبقى طفل وحيد في طفل قاتل وسط عشرين اخ ومطلعين يعنيين بعض كلهم بالزبط كده ده بالعكس ده حتى ده في شك والامهات كتير جدا جدا تقولك ايه ولادها بيطول اليوم يتخنقوا ويدربوا بعض يعني طب ما هو بيتخنقوا بلا فخ مثلا يعني وبلا خوف بالزبط كده فهي الحكاية كلها ايه الحكاية كلها ملهاش علاقة بكونوا انه هو طفل وحيد يبقى نرجع تاني وهندور في نفس الدائرة او هنقفل الدائرة على نفس الجملة الطفل الوحيد مش حالة مرضية ولا حالة خاصة ولا حالة تستوجب التعويض او تستوجب الطبطبة او تستوجب الحزن حتى لانه مليارات العائلات على مستوى العالم عندهم طفل وحيد وبيطلع بشكل ساوي جدا مفهوش مشكلة لكن احنا يمكن يا فاطمة كمجتمع شرقي بصفة عامة ومصري بصفة خاصة اتعودنا على فكرة ان لص العيال عزوة وقص العيال الكتير مش عارف ايه وعايز اجيب بعيال عشان يشيلوا اسمي وما تفهميش يعني ايه المهم في الاسم يعني ما علينا يعني ده موضوع كنيبي جدا ممكن العيال دي اصلا تبهدل الاسم معها مثلا يعني الحكاية ان الحقيقة ان كل واحد بيشيل اسمه هو وبيشيل عمله هو وبيشيل نتاج ثقافته هو ونتاج تربيته هو وكل الحاجات دي لكن فكرة ان احنا نتعامل مع هذا الامر على انه امر استثنائي هو ده بداية الطريق للخطأ على كل المستويات ممكن اسأل سؤال فضل سؤال بس هو بسط لقدام اوي يعني حقيقة انت يفرأت يا سؤال نظرة مبعدية اه جدا اه دايما لما تلاقي بانوتا كده قاعدة في البيت وبعدين تروح تتحكي لمامتها وبابا تقول لهم انا جاي لي عريس حلم بس اصلي العريس ده ما عندوش اخوات وحيد مامت وبابا تلاقي الاسرة كلها الكهربية يا ناري سويت ايه وحيد مامت وبابا ومامت مرتبطة بيجي ايه ما هو ده بالزبط كده هل هل الام اللي تفرأ صغير وعملت اتعامل انه وحيد فعملت دلع ودلع ودلع فيه وده ابني ومين ياخده مني ومش عارف ايه هي دي نفس الام اللي لما بتكبر بتبقى حامة قوية ولا تحتمل لان هي ما عنداش غيره فاخدام الكيه خاصة وزي ما انا دلعت طول عمره لازم يبقى بتاعنا ومش مراته تبقى اهم؟ هو الحقيقة الموضوع العلاقة بدرجة ثقافة ونطجه ووعي الام دي من الاساس يعني 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 ممكن ام تكون بتتصرف بالطريقة الخاطئة دي حتى وهي عندها تلات اربع ولاد او يعني اطفال يعني هرجع واقولك تاني انه الموقف اللي انت حكيتيه ده انا مقدرش خالص انكر انه هو بيحصل جدا انه حالة الكهرباء ده اللي هو اصله هو وحيد وهو ده نتيجة نتيجة او نتاج انه في برسبشن او اعتقاد راسخ عندنا في المجتمعات بتاعتنا انه الطفل الوحيد ده متربي بطريقة غلط الطفل الوحيد ده ممتو مرتبطة به اكتر من اللازم الطفل الوحيد ده ممتو هتبقى دايما حتى سياج حواليه من الحماية وممكن ده يعمل مشاكل مع الحبيبة او الزوجة او يعني اي تطور مستقبلي هيحصله في حياته انا هرجع واقول لكم الموضوع اذا بدأ بطريقة متزنة من البداية الطفل ده بينشأ نشأة طبيعية وبينشأ بطريقة متوازنة من البداية كده زي ما بنقول وما بيقاش فيه مشاكل يا ما ناس اثر بيكون عندهم عدد من الاطفال والاطفال دول بيطلعوا غير اسوياء سواء كانوا على مستوى الطفولة او المراقع او حتى لما بيجبروا نتيجة التربية الخاطئة طب مرة تانية وتالتة ومليون الطفل الوحيد ده مش طفل استثنائي ولا طفل حالة خاصة لازم معاملة خاصة على الاطلاق اكيد بس احنا سعاد بن افورد ده عند اللذوق هو مش سعاد هو احنا كتير طب فيه بقى دكتور اه اه عيلة تبقى العكس اه احنا عندنا طفل وحيد انت لازم تحبقى احسن واحد لازم تبقى الاول لازم تنجح في كل حاجة لازم تبقى اه تعمل اللي احنا عايزين وتبقى يعني حقوقك مش كتيرة حقوقك مش كتيرة بالعكس احنا معتمدين عليك لان انت الوحيد اللي مسئول عننا بقى لما نجبر فلازم من الاول تشين مسئولية بقى الولد على كتافه حمل زيادة عن اللذوق ده برضو غلط لان احنا قلنا اولا مفيش طفل مفروض مفيش حد في الدنيا بيلعب دور حد تاني مفيش حد في الدنيا بيحقق لحد تاني احلامه او طموحاته حتى فكرة ان انت تاخد بالك مننا على فكرة دي لأ هو مش هو هو ده ده يعني فضل وليس امر يعني فهم قصدي هو الحكاية كلها انه احنا كأهل لازم يبقى على فكرة دي من الحاجات اللي لازم نعي لها جدا واحنا بنكلم غالبا يعني صحيح احنا بنكلم كل الناس لكن انا بعتقد ان فيه جزء كبير من اللي بيسمعونها يا فاطمة من الاجيال اللي هم الاباء والامهات الجدو ديانا لازم يبقى عندكنتوا فكرة او سيناريوهات لتلافي بعض المعتقدات الخاطئة من اجيال الامهات والاباء بتوعنا فكرة ان احنا ايه لما نكبر مين لا هيخلي بالو مننا على فكرة وارد جدا ان انتوا برضو اللي تخلوا بالكم من نفسكم انتوا ككبار وده مش معناه ان احنا ابناء يعني ابن عاق او ابن مش عايز ياخد المسؤولية بس جزء رئيسي من حالة الانكماش اللي بتحصل للناس كبار السن عندنا في بلادنا او في مجتمعاتنا الحقيقة نتيجة يعني سببها عدم انفتاح الناس دول على تجارب اخرى يعني على سبيل المثال وليس الحصر يا فاطمة عندنا مازال قناعة ان الرجل لما بيخرج على المعاش مثلا اللي بيشتغل كأن ده اعلان للنهاية يعني فهم قصدي ان هو خلاص دوره انتهى في الحقيقة مع انه الحقيقة الحقيقة مش كده او ان الست الدول التانية برا بيعملوله حفلة ان دي بداية بقى الفن يعني الحقيقة انه بيكون عنده انفتاح على تجارب جديدة عايزي يعملها وانا بقول هنا تجارب جديدة عقلة يعني ومتزنة يعني اقصد ان هو يبقى عنده صدقات يمرس عجباتي عقلة اه طبعا ان هو ما يقولش انا ها مش راميس المشجر الدرب والسفغة بقى وندور على حد اصغر مننا ها بالزبط كده خلاص ففكرة برضو الامهات اللي هو ايه انا هرجع بقى لفكرة الطفل وحيد ان اللي وصل الام اصلا هو عندي ابن وحيد وهيجوز يعني كمان الوحيد ده هيبعد عني يا ستي ما هو دي سنة الحياة حضرتك وهو يعني لازم ان هو ياخد دوره في الحياة ويبقى عنده هو كمان اسرة ويكون اسرة دورنا احنا مع بعض ان احنا نساعد بعض مش نعتمد على بعض يعني نساعد بعض بالحب ونتقارب مع بعض بالحب وبالنطج النفسي المطلوب من كل المستويات مفيش طرف انا بقول هنا على فكرة كلام يعني ممكن ان هو انا ارجو ان هويج فيه في السياحة على فكرة مش دايما بيتعامل كده مع الولد بس يعني ساعات البنت وساعات البنت بالزبط كده على فكرة يعني ده مش معناه ان احنا ما ناخدش بالنا من اهالينا على الاطلاق على الإطلاق أنا بقول أنه لازم الأهالي يساعدوا أولادهم أنهم ياخدوا هم فرصتهم في الحياة كاملة الجيل بتاع الأبناء ده ياخد فرصة كاملة في الحياة ياخد فرصة حقيقية وكاملة علشان ما يعيش طول حياته وهو حاسس أنه كان عنده فرصة أنه هو مثلا يتعلم أحسن لو سافر وما يسافرش أو أنه جات له فرصة عمل في بلد تانية أو أنه محافظة تانية تعمل بني بأننيين شوية مع أولاده الحقيقة أنه فيه ناس بيحطوا حتى فكرة أنه السكن جنب بعض أو السكن في بيت العيلة وعايز أقولك أنه ده من تجارب كتير جدا ده بيعمل مشاكل أكتر ما بيعمل تقارب بالضبط أحيانا بيعمل مشاكل فاللي عايز أقوله أنه لكل فرد في هذه الدنيا الحق في الحياة بتجربته وبنجاحه وبفشله وبالحاجات اللي بيتعرض لها مطلوب مننا بس أنه إحنا نحب بعض وإنسانة بعض مش نتحكم فيه مصائر بعض أخيرا يا دكتر عايزة من حضرتك كده نصائح في نقطة للأمهات والأبهات اللي بيسمعونه عندهم طفل وحيد عشان لو لسه فاتحين الراديو يعرفوا ملخص الساعة اللي احنا نتكلمين النصيحة الصادقة جدا جدا ليهم واللي بتلخص كل حاجة إنكم شيلوا كلمة وحيد عندكم طفل بس وتعاملوا معه بقى ربوه صح وعلموه صح وربوه بالتزان وعلموه كل حاجة حلوة وخافوا عليه وكبروه وسندوه وسعدوه وانسوا كلمة وحيد هتلاقوا كل الحياة ماشية بسلاسة ومنطقية ومش هتقابلوا أي مشكلة من أي نوع عصبي أناني بيجدب عنده مشكلة بيقارن نفسه باللي حواليه لو أنا ابني بيوجه المشاكل له طفل وحيد حاول إزاي إن أنا أفصل ده عن وجود إنه هو وحيد هل أعالج الموضوع إزاي دوري على السبب اللي بيخلي ابنك عصبي وتجنبيه وادرسيه وإنك تقدمي فيه تنازل ده الصح دوري على السبب اللي بيخلي ابنك يجدب ليه الطفل ممكن يجدب مالوش أي علاقة ما تستخدميش كلمة إن ابني عشان وحيد دي الشماعة اللي هتبرر لك كل سلوكيات ابنك الخطيئة بالعكس سلوكيات ابنك أو بنتك هم زرع إيديكي أنتي اللي بتعمل أنتي المسؤول عن إن ولادك دول ابنك ده أو بنتك ممكن يبقى إنساء طفل متزن وطفل راقي وطفل متربي كويس وبيغلط على فكرة وبنصحح له خطأه أو إن هو يكون طفل عصبي وأناني وبيجدب وبيضرب وبيعمل كل حاجة غير في سؤال جاي لنا دكتور بيقول طب لو أنا خلفة طفل واحد بس الطفل ده بيتدعي قدام صحابه في المدرسة إنه عنده أخ بيقول أنا عندي أخوات بيقول أنا أخواتي في البيت كذا كذا وعامل واقع في التراضي أنا كده عندي مشكلة؟ لا ده نوع من أنواع الكتب إحنا قلنا أعملنا حلقة مرة عن الكتب وقلنا أن الأطفال أحيانا بيلجأوا الكتب لتعويض نقص ما هم يشعروا به تمام؟ إحنا بنفهم الطفل ده بنقوله على فكرة إنك لما بتقول ده ده ما بيفدكش خالص بالعكس إنت لأصدقائك دول سهل جدا يعرفوا إن كلامك ده مش حقيقي وبالتالي إنت هتكون قدامهم مش الطفل الصادق أو مش الصديق اللي هم المفروض يصحبوه أو كلام ده كله تمامي وندخل من ده على نقاش مع الطفل إنت ليه بتقول كده؟ لأنه ناس كتيرة قوي قوي ممكن يكونوا هم كمان ما عندهمش إخوات وما بيلجأوش لنفس الحيلة دي للتعويض بدل من الأمة تتسهل وتقول ده هو بيقول كده عشان هو وحيد فنخوي وخلص دباغ هي مشكلة إنه هو ميل إنه يجذب أو يقول حاجات مش بالضبط كده هو بيعوض بيعوض نقص ما والنقص ده عمره ما هيعوضه إلا إذا حس به أكي خدت بالك من اللي أنا بقوله هو حس به إحنا حسسنا إنه عنده مشكلة فضغط عليها بقى قال لك فابتدى هو يختلق واقع مزيف علشان يعوض النقص صح فهمها أزيد